صباحك صباح الورد صباح الورد وصباح الفل عليكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفلاح وكل عام والشعب المصر كله بخير وطبعا بداية من كلام حضراتك أنا بوجه من فلاحين مصر تحية إجلال وإعزاز وتقدير للقائد والزعيم فقامة السيد الرئيس عفتاح السيسي للحاجات اللي بيعملها من غير ما الفلاحين حتى يطلبوها أو يعني احنا كنا زيبا نقول لك الحج بينتزع انتزاع الفلاحين لاجموا بصورة ولا عملوا اعتصام عشان تطوير الريف الريف اتطور بأمر من السيد الرئيس عفتاح السيسي وبدأ تعديل حياتهم لحياة كريمة وتحسين معيشة الفلاحين ويساعدهم من غير ما يطلعوا يحرقوا مبدأ حكومي أو يعملوا اعتصام أو أي حاجة الحيازة الورقية تحولت لحيازة مميكانة في الكارت الزكي من غير تعب يعني الفلاح دلوقتي بيحصل على حقوقه من غير تعب يعني احنا زيبا نكون عشان نعمل حاجة لازم نسرخ ونخرب الدنيا دلوقتي عندنا قائد وزعيم عينه بصيرة وبيحط عينه على أي حاجة فطبعا هي فرصة حضرتك تقول لنا ايه أبرز التحديات أو المعوقات أو المشاكل اللي كان عايشها الفلاح المصري لسنين وتم تدركها أو تم بداية تفعيلها أو حلها في عهد الرئيس السيسي بالمناسبة دي طبعا احنا بارح كنا مع السيد الرئيس عبدالتح السيسي في انطلاق استرافجية حقوق الإنسان في مصر طبعا الفلاح المصري يعيش في الريف وكان أهم طلب ليه وكانت المشكلة الأساسية إن احنا نطور إزاي حياته في الريف من طرق ومستشفات ونعمله ملاعب يعني نعمله في عدالة اجتماعية مع زيه زي الناس اللي عايشها في المدن يبقى عنده اكتفاء مش محتاج للهجرة الداخلية للمدينة هو مكتفي بمكانه وعنده كل الخدمات المتاحة تمام احنا كنا نسعد بالنادي ونسرخ على أساس إن احنا نقول يا جماعة الصرف الصح الصرف الصح ده ما بيدرش أهر الريف بس ده بيدر المنازل فعل الريف وبيدر الناس وبيدر الناس اللي في المدن لأن الماء دي بتختلط بالماء الجو فيها وبتعمل بلاوي سواء بعدين احنا بنصرف ملايين عشان نعالج الناس بعد كده فارس سيل كان عامل السيد الرئيس عفتاح السيسي ما هو سبب الأساسي البلاوي دي دلوقتي لما احنا نعمل صرف صحي في الريف كله ده بننفع مصر كلها أنا عايز أقول للسادة المشاهدين أي حاجة بتسعد الفلاح المصري وبتريحه مصر كلها بترتاح لأن الفلاح المصري أول من يلمس السمرة اللي انت بتاكلها فهو لو كان صحته كويسة وعشته كويسة هيطلع لك سمار صحية ونظيفة وكويسة لو هو تعباني الأساس بتاع مصر الناس كلها تتعم احنا بنتكلم على أكتر من نص الشعب المصري عايش في الريف فكان الطلب الأساسي ان احنا نطور الريف والحمد لله بدأت الدولة المصرية بكل قوة في تطوير الريف وبدأنا السنة ان شاء الله آخر العام هنشوف 1500 قرية حوالي 50 مركز على أعلى مستقى متطورين زي المدن الصغيرة لما بنتكلم على طلبات الفلاحين كنا بنتكلم على في مشاكل ان المياه متوصلش نهاية الترع دلوقتي بقى فيه تبطين الترع وده مشروع قومي جميل جدا انه هو يسرع المياه اللي بتجري في الترع لنهاية الترع بحيث ان الفلاح اللي على نهاية الترع هياخد حقه زي اللي على بداية الترع فيه منظر جمالي فيه توفير للمياه فيه حاجة يعني احنا في مصر الجديدة كل حاجة فيها جديدة والصالح الكل عندنا الرئيس دولة مصري حتى النخاء عايز يسعد المصريين وعايز يحسن صورة الدولة داخليا وخارجيا بكل قوة بيأمل انا بصراحة مستغرب يعني هو دايما يقول للإعلام تكلمه عن الحاجات دي وتكلمه هو بش يقول على كل اللي بقى حاجة كده احنا تكلمنا هو تكلمنا هو انا بشكرته البرنامج يعني انا احنا عيد الفلاح كان يوم الخميس وبعدين المفروض عيد الفلاح نحتفل بنص الشعب المصر المفروض القنوات والإعلام والإزاعة لكن الحقيقة ان فيه ناس مش عارف هي فيه ايه بالزرعة